قانون أخلاقيات المهنة والتفويض السحي وكذا عمليات التلقيح ضد الأمراض الحيوانية مواضع تم تطرق لها خلال الملتقى الوطني الأول للأطباء البياطرة والذي احتضنه مركب شهرين في ولاية قلمة همومنا اليوم منصبة عن كيفية تنظيم مهنتنا حتى نكون أكثر عطاءا فنحن نفتقر إلى هكذا هيئات وطنية كجمعية وطنية للطب البيطري أو فيدرالية لجمعية الأطباء البياطرة ولماذا لوردر دي فيتريناير معناها كان مجلس أخلاقيات الطب البيطري الذي لازلنا نفتقر إليه الأطباء البياطرة طرحوا انشغالاتهم التي تعتبر أساسية لحماية السحة العمومية من مختلف الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوانات نحن نطالب هنا بإعادة النظر في قضية توقيت الحملة التلقيح في قضية ثمن التلقيح وقضية كذلك تزديد مستحقات الطبيب البيطري كذلك إعادة النظر في بعض اللقاحات نطالب بمثلاً بتوسيع التلقيح الحملة القلاعية من الأبقار إلى الأغنام ثمن التلقيح الحملة القلاعية من ديزينيات الدولة يعني بارا بقول لزوط الشيكتان نقص لأنه ثمن محددين وعشر دينار للحملة القلاعية الجدري للغنم وثلاثين ديضار للحملة القلاعية ولكرب للبقار وهذا ثمن يعني قليل الطبيب البيطري مهنة يستوجب النظر إليها بطريقة جدية وكذا تأسيس فيدرالية وطنية للبياطرة من شأنها التكفل بكل انشغالاتهم قناعة أكدها جميع من حضر